أهلاً ومرحباً بكم في قناتكم معلومة صح اللوبانو الذكر أو المر اسم يطلق على نوع من أنواع الصمق الذي ينتج عن الأشجار حيث يتم مضغه وتناوله مثل اللبان أو العلكة ويتم استخراجه بشكل خاص من شجر الكندر والموطن الأصلي له اليمن ودول شمال إفريقيا وعمان وبعض دول آسيا مثل دول شبه الجزيرة العربية وأفضل أنواع اللبان وأجودها هو اللوبان العماني ويحل في المرتبة الثانية اللوبان اليمني يحتوي اللوبان الذكر على كميات مرتفعة من الكورتزون الطبيعي ويتميز هذا الكورتزون بأنه لا يسبب أي أثار جانبية للجسم كما يفعل الكورتزون الكيميائي وتوجد أنواع عديدة من اللبان الذكر أهمها لبان فاتح اللون ولبان مر ولبان يمني فوائد لبان الذكر يقوي جهاز المناعة ويمنع من الإصابة بالعديد من الالتهابات يسكن الألم في جميع أنحاء الجسم يطهر الجسم من الجراثيم والميكروبات ينشط جميع الخلايا يمنع تجمع الغازات في الجسم يرفع من كفاءة الجهاز الهضمي وينظم عمله يدر البول ويطهر المسالك البولية يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء ينشط الرحم ويمنع إصابة الجهاز التنسلي بالأمراض يدخل في العديد من الصناعات الطبية والتجميلية وصناعة العطور يطهر الجروح الخارجية والداخلية ويسرع في شفائها يمنع الإصابة بتسوس الأسنان ويطهر الفم من البكتيريا والجراثيم يستخدم كغسول ومطهر للفم يزيل الرائحة الكريهة للأنفاس يطهر الجهاز التنفسي ويهدئ السعال ويطرد البلغم ويقلل من الفرازات المخاطية ويحافظ على صحة القصبات الهوائية يساعد على علاج مرض الربو التحسسي ويعالج الصداع والإنفلوانزا ينظم درجة حرارة الجسم ينظم حركة الأمعاء ويسكن آلام المغص ووجع الصدر يمنع الإصابة بعسر الهضم ويقي من حموضة المعيدة ينظم إفرازات الصفراء ويمنع الإصابة بالإمساك ينشط الجسم بشكل عام ويمنحه الحيوية ويقلل من القلق والإجهاد يؤخر ظهور علامات الشيخوخة ويمنع إصابة البشرة بالتجاعيد يساهم في علاج مرض التهاب المفاصم الروماتيزمي ينظم الدورة الدموية أضرار لبان الذكر على الكلا رغم الفوائد الكثيرة للبان الذكر وتأثيره المهم في الجسم إلا أنه يسبب للجسم بعض المشاكل والسلبيات من بينها أنه يقلل القدرة على التركيز والاستيعاب ويسبب تشنج عضلات الجسم وتشوها في عضلات الوجه والفكين ورغم فوائده الكثيرة في علاج الكلا إلا أنه يحتاج للاستخدام بحذر شديد جدا لأنه يؤثر على تركيز بعض العناصر والمواد المهمة للكلا وهي الكالسيوم والكيراتينين والفسفور والحمض البولي والفسفور واليوريا والنيتروجين لذلك قبل استخدامه أو تناوله يجب عمل تحليلات دقيقة لنسب هذه المواد واستشارة الطبيب حتى لا يؤثر على الكلا انتهى الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر